بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم أن تتوقف بهم صلى الله عليه وسلم واجبة. ولا بد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف عنه شيء أصلاً نعم إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاف الكفر اكبر. إذا كان ليس في قلب المرء شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر كفر أكبر نعم لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق نعم وموور أخرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يأتي من إشكال عندنا خاصة في هذه الأيام بسبب أننا نجحة الموور وموضع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكثر من المسلمين أكثر من المدينة أكثر من المسلمين 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 إذا لابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ون تعلم هذه السيرة النبوية نعم وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل مخلوق نعم وإذا كان الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمى نعم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد جميع أنواع الجهاد وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق الجهاد ولحق النبي صلى الله عليه وسلم لحق في هذه الدنيا حتى يبلغنا هذا الدين نعم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه عليه الصلاة والسلام أمين وصادق ويصل الرحيم ويعين على نواب وغير هذا من الأمور التي شهد لها الأعداء قبل أن يشهد لها أهل الإسلام صاحب الوصاة والسلام أقصر لها الأمور التي شهد لها أقصر لها الأقصر لها الأقصر لها الملحة التي شهد لها المتخدر لها انه عصار ومعنصل الرحيل وانا دعو إليها وانا دبعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الدبعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تكون على وزق الشريعة لا على خلاف الشريعة كما يصنع بعض الناس من المضاهرات مثلا ما ندروس السيراء أي الكتب ندروس نعم ما نحن نحن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم نعم أول ما نتحدث عنه نسهب النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم له من العمر عليه الصلاة والسلام 63 سنة أربعون قبل النبوة وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا نعم أربعون قبل النبوة نعم في ألمانيا لا أحد يعرف أهمية النسب بصراحة يعني لو تقول لأحد خليه بعد الدرس نعم نعم أربعون قبل النبوة وثلاثة وعشرين نبيا ورسولا أربعون قبل النبوة وثلاثة 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 إبراهيم هؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم إبراهيم ومن بركة دعوة إبراهيم على الصلاة والسلام أنه قال واجنبني وبنيا نعبد الأصنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني معروف له النسب وكان كل الأباء والأجداد للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يولد واحد منهم كان عن اتصال شرعي بالزواج بالنكاح الصحيح نعم اتصال شرعي الله سبحانه وتعالى اشطفى هؤلاء اختار هؤلاء من بقيهة البشر هؤلاء الانبياء والرسلل عليه الصلاة والسلام كما في عيسى وموسى وإبراهيم ويوسف وغيرهم من الانبياء والرسلل عليه الصلاة والسلام نعم نعم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكا في أي عام في عام الفيل يعني فهذا العام الذي حدث فيه حادثة الفين فهذا العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم و هذا فيهن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهيئ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس في حادثة الفين يُعظم مكة ويُعظم أهل مكة ويُعظم أهل مكة ويُلتفت إلى الطواف والعومر والحج في هذا البيت نعم و das ist eine Art und Weise gewesen die Menschen vorzubereiten auf die Ankunft eines Betes denn das war natürlich eine Sache die die Leute gesehen haben dass eine große Armee von Vögeln angegriffen wurde و لد في يوم الاثنين و لهذا يستحب صيام يوم الاثنين شكرا لله سبحانه وتعالى و لا يمكن أن نخالف ما عليه السلام و نصنع عيد ميلاد للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ صالحا و الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الكبال والمعاصر نعم و حيث أن النابي صلى الله وسلم و حيث أن النابي صلى الله وسلم يبقى على أنه النبي اللذي ينتظره الناس نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيانواع كثيرة من الابتلاعات مات أبو قبل أن يولد ثم مات أمه وعندما أولد كان في كفالة جده عبد المطلب ثم مات أجد ثم مات الجد ثم كان في كفالة عمه أبو طالب ثم مات الأم ثم كان في كفالة عبد المطلوب ثم أبو طالب ثم أنه لديتون ثم كان في كفالة عبد المطلوب ثم كان في كفالة أبو طالب وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور يعني الأشياء التي تخرج من بطن الداب نعم ورموه بالحجاب وطردي عليه الصلاة والسلام ورموه بالقديم ووتSwحر وضعوا على الشمفيطة عليه الصلاة والسلام وقوحر سوحر شجو رأسه عليه الصلاة والسلام والشجه هي الجرح يكون في الوجه وحرسوا على قطر عليه الصلاة والسلام وحرسوا على قطر عليه الصلاة والسلام وحرسوا على قطر عليه الصلاة والسلام وحرسوا على قطر時 وحرسوا على قطرة ف混لت كثير من المسلسي وحرسوا كل الجيش تقريبا إلا يعني شيء ومئة في حليم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتدت حليم في أول الأمر كان الأعداهم مهل الكبور ثم بعد هذا التأشتد الأمر وظهر النفاق نعم مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 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 يضع على صلى الله عليه وسلم وانو اختيبه في النبي الامة وانو اختيبه في النغار حتى لا يقتلوه كفار مكة يشتد عليه المرأة يشتد عليه المرأة عليه الصلاة والسلام أكثر من رجلين نعم يسكن عليه الصلاة والسلام في غرفة يقدر بعض العلماء هذه الغرفة أنها مترين في مترين وإن يعني بحث عن أكبر تقديل هذه الغرفة تجدها مترين في ثلاثة أمتار لا يستطيعون أن يستطيعين أن يسكون في الغرفة يستطيعون أن يسكون في المنزل إذا كان في الغرفة أن يكون يستطيعينcap Louisa العلماء على صلاح السلام س deceased ومع هذا الإبتلاع وأنواع الإبتلاعات التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم وتفائلًا ولم يسع ولم يقنط من رحمة الله بل كان عليه الصلاة والسلام متفائلًا أعبدالخلق عليه الصلاة والسلام عندما تقول أشهد أن محمد عبده يعني أكبر عبادة و أعلى عبادة ولا يمكن لأحد أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة أما إني أتقاكم لله و أخشاكم له أعبدالخلق عليه الصلاة والسلام أشهد أن محمد عبدالله الصلاة والسلام أشهد أن محمد عبدالله الصلاة والسلام وعدد الكفار أربعة آلاء فر كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش باقي معه مئة فر نعم فعندما فرر هؤلاء و أخذ الكفار يتكلموا عن قتل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن محمد عبدالله الصلاة والسلام و كما هو واحد محمد عبدالم الضحن موتواضع عن الله سبحانه وتعالى لا يتميز عن الصحابة رضو الله عليهم لا باللباس ولا بجلوس ولا بالسير يعني كان الداخل إذا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع الصحابة لا يؤمن يأتي الداخل ويدخل ويسأل يقول أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام نعم كما أن شخص من الصحابة أعطى لا يؤمن أن يفرق بين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم السادة والعبيد والموالي لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة رضو الله عليه كان يُعامل الكل نعم ولا يقرب مثلا الأشراف ويترك العبيد والموالي يَرْحَمَ السِّغَار ويَعْطِف عَلَيْهِم ويُسَلِّم عَلَيْهِم نعم ويَوَقِّرَ الْكِبَارِ يَعُودَ الْمَرْضَةِ يَتَّبِعَ الْجَنَائِسِ ويَوَقِّرَ الْمُسْلِمُمْ وَبَلْ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سألَا عن مرأة كانت تقوموا المسجد يعني تنطف المسجد فما أراد الصحابة أن يُزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فتفنوها فسأل عنها عليه السلام والأسفل كانت محسنى الرعاية كان يتفقد الصغير والكبير نعم وعليه الصلاة والسلام حتى بعد أن عودي وعودي من أهل مكة واجتمع على قتله عندما أراد الهجرة وضع في فيراشي حتى يرجع الأمانات إلى أهل أهل مكة يقاتلوا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأموال أهل مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأمين أهل مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيء مع عدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم بهذا نعم لو لم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعداء هؤلاء الكفار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم بشيء واحد كيف وهو قد قضى عليهم بأكثر من هذا يعني انتسر عليهم انتسر عليهم بما بحسن الخلق انتسر عليهم بالامان انتسر عليهم بالصدق انتسر عليهم بأنعفاء عنهم انتسر عليهم بأنه أدى لهم الامان وهم قدبة لهم الخيان ونعم ومساعدةsellت إنه إسرائيز مzaur v 잘못 في なanny وانتسم викانND وبعد اشتركوا في القناة 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 كان عليه الصلاة والسلام يُلزل من الجيش بأمور وضعه 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 من عائلا أسلا كافر قبل أن يقتل و بعد أن تمكن القبض عليه أسلا نتروك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكافر إلى المسجد حتى تعرف عن الإسلام ويعرف الإسلام نعم نعم بعد هذا نريدنا تكلم عن أمهات المؤمنين سوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين يعني هي أم لكل مؤمن هي أولا من أمك التي ولدتك نعم هذه أمهات المؤمنين والله المؤمنين تزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعث وكانت خديجة رضي الله عنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم هو من ماريا قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت هذا الدين بنافسها وبمالها رضي الله عنها ورضاها واختلف العلماء في أيهما أفضل في أمات المؤمنين بعد أن اتفقوا على تقديم خديجة وعائشة رضي الله عنهما فا اختلفوا أيهما أفضل خديجة وعائشة وعندما أفضل خديجة وعائشة نرجع إلى الله سبحانه وتعالى نعم ونحن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وعائشة أفضل خديجة وعائشة وعائشة أفضل خديجة وعائشة وعائشة أفضل خديجة وعائشة وإبراهيم والثالث من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ويلقب بالطيب والطاهر وفاطمة رضي الله عنها وحسن الحسن الحسين زوجة علي رضي الله عنه كنت فاطمة بموتة من الحسن الحسين وأم كلثوم وزينة هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رقين نعم سبعة وثلاثة دكور واربع بنات نعم هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لم صلى الله عليه وسلم لم يصل لها عليه الصلاة والسلام منذ أن فرضت عليه الصلاة وما حسن الحسن 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 وقدر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة ما لا تصنع إلا نعم عن الصلاة نعم نعم حسن الحسن الحسن منذ أن أنه وإلا جعل الله وسلم لم يارد أحد نعم فتح万ี صلى الله عليه وسلم و ضحنا عليه الصلاة والسلام أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بهشوء ونفسي وبشوء أهلي نعم يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام يحفظ القرآن ويقوم به في صلاة وفي قيام الليل وفي غير هذا وكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى الصلاة بالناس ويقوم به في صلاة الوحي ويقوم به في صلاة الوحي ويقوم به في صلاة الوحي هو المفتي عليه الصلاة والسلام ويقوم به في صلاة الوحي ويقوم به في صلاة الوحي هو المسؤول عن الجيش المسؤول عن المور الداخلية والخارجية ومراسلة الملوك والروأسا نعم هو يقوم به في صلاة الوحي كان يقوم بها كل هذه الأشياء لهذا يوجد الله سبحانه وتعالى في حيات النبي صلى الله عليه وسلم وعرفة البركة في صغر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذته حليم نعم المرضى النبي صلى الله عليه وسلم ومن التي لأنه حمد الله سيطره لدينا ومن بيدنيه ومعاً تصيره ومعاً شكرا لك